وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف البرنامج نأخذ هذه المجموعة فضل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إليكم شيخنا عندي ثلاثة سألة تفضل السؤال الأول حكم الصلاة على السجادة التي عليها صورة كعبة أو مسجد إذا كانت ما تلهي المصلي في صلاته وما يطأها بقدمه طي السؤال الثاني إذا كم الله خير الحين إذا المصلي صلى وكان وضع له سترة كرسي أو طاولة وكانت تجاه طاولة وتحتها فراغ كانت تجاه طلاته ليس إلى الفراغ التي تحتها الطاولة فهل هذه تعتبر سترة كذلك في الكرسي مثلا نعم واضح السؤال الشيخ؟ نعم واضح نعم طيب إذاكم الله خير بالنسبة للسؤال الثالثة من صلى بالنقلين هل يلزم أن تلمس أصابع رجليه الأرض عند السجود؟ إن شاء الله إبراهيم يزاك الله خير الشيخ مرحبا مرحبا أم محمد السلام عليكم فضلتك عليكم السلام أعطيك ألف عافية وربنا يزديك كل خير سؤالي الشيخي يمكن تكرر كثير على حضرتك بس يمكن الحالات تختلف عن بعضها لنفس الموضوع وأكيد فيه كثير خواتف يعانوا من نفس المشكلة هو عن الحاد والاستحادة أنا سأل فيه كثير ضع الإفتاء أكثر من مرة والجاوب كان يختلف شاخي فتط الحاد من سنوات عندي تستمر لـ 12 يوم يعني الطهر التام بيبين في اليوم من الـ 12 الآن تقريبا بين اليوم التاسع والـ 11 اللي بيبين فقط الكدرة والصفرة يعني ممكن بالـ 24 ساعة تبين مرة أو اثنين فقط يعني مو كل اليوم استحادة صراحة أنا اللي أسويه بعد الطهر التام بالطهر وبصير أقضي الصلوات الثلاثة أيام اللي كان فيها الكدرة والصفرة وبرمضان بصوم بعد اليوم التاسع ولما ينتظر رمضان برجع بصومهم مرة ثانية قدع اللي كان فيها يعني الأيامات اللي كان فيها الكدرة والصفرة يعني بصومهم مرتين برمضان وبعد رمضان يعني إحطياتا ملاحظة فضلتي الشيخ يعني بعد إذنك لو بس عشان التوضيح حالا بنسبة للكدرة والصفرة يكون أول شيء لون غامق وبعدها بسيء لون فاتح مع الإفرازات وصراحة كمان أنا لما كنت بنت الحض كان ثمانة أيام بس بعد الزواج والخلفة صارت تزيد ما بعرف ما يمكن عشان التوضيح عشان الإجابة وعسفنا الإطالة لا أهلا وسهلا أخت إن شاء الله تسمعين الجواب مرحب فضل يمونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاة الله خير شيخ أنت والأمين على هذا البرنامج أمم أمم شيخ ولدي يدرس في جامعة بوظادي ومعندسا كان هناك يسكن في فندق من يوم الأحد الأربع وهو صلى الظهره دي قصر فمادري هل يوم حن نحن يوم قال لديك يا مادري والله نبسأل الشيخ إذا صح سويته والله إذا في يلزم يعيد الصلاوات اللي صلاوها إن شاء الله يمنع جزاة الله خير شيخ الله مرحب أفضل سهل إياكم والله تضليع واطف السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام يا شيخ بغينا أنك تتب في شركة قائمة متخصصة في البترول والغاز والحفر وهي الأمور نحن عادة نخاف نشتري الأسهم عشان نخاف أن الشركات تحطوا الفلوس في البنوك وبعدين تنتظر عليها وتأخذ الفوائد فنخاف بإشراء الأسهم أما هذه شركة قائمة يعني وموجودة وتشتغل في السوق فهل في محاضير يعني من الشراف مثل هالشركات أو شيء من هالنوع شاء ومنها البعض أبشري بذلك الله خير مرحب أختي مرحب أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورسول الله وبركاته شيخ الله يعافيك في الآية 28 من سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء والآية 43 من سورة النحل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما الفرق بين العلماء في سورة فاطر وبين أهل الذكر في سورة النحل إن شاء الله السؤال الثاني في أعرف واحدة تشتري نوع من أنواع العطور من ماركة معينة توزعها في عبوات صغيرة وتأخذها معاها لما تسافر كبضاعة تبيعها على معارفها والأصدقاء تربح عليها شيء يسير فهل يجوز هذا الشيء؟ كيف أعيدي يعني كيف الآن تشتري نوع من أنواع الأطور وتفرغ في علب صغيرة أيها وتبيعها هناك لما تسافر على أصدقائها وأهلها يعني تبيعهم كبضاعة يعني وتربح عليهم شيء بسيط طيب إن شاء الله نفس الإنسانة هذه عندها أختها من نوع اللي تسافر كثير يعني خارج الدول الأجنبية تشتري ملابسه يعني مقلها والأولادها وكذا تستعملهم شيء بسيط بعدين تبعثهم حق هذه أختها المعنية كهدية أو حتى تستفيد منهم حالة الملابس هذه ممتازة يعني كأنها جديدة أو ممستعملة سؤالها هي هي هالملابس ما تحتاجهم لما تعرضهم للبيع هل يجب عليها أنها تقول حق المشتري أن هذه ملابس مستعملة ولا تنتظر لما إذا سألها المشتري أن الملابس مستعملة يعني تقول إن شاء الله السؤال الأخير الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن التقويم في مصطلح طبي والناس يتداولون هو عيب خلقي فهل يجوز قول هذه الجملة يعني هل هذا تجاوز على خلق الله سبحانه وتعالى وهو خلق الإنسان في أحسن التقويم إن شاء الله يا أم أحمد مرحبا مرحبا أبو إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بحالك شيخنا ومورة أحنا وشهلا نحياكم الله الله أعطيك صلاح والعافية شيخنا 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 عندي خمسة سئلة إن شاء الله ما شاء الله تفضل السؤال أول الله يسلمك هناك بعض الأدوات إذا اشتريتها يأتي معها ضمان لمدة سنة مثلا وإذا أردت أن تحصل على ضمان لمدة سنتين فإمكانك شراء هذا الضمان بمبلغ بسيط ممكن ثلاثين درهم تشتري ضمان لمدة سنة إضافية فهل يجوز هذا الشيء ولا لا زاك الله خير نعم شاء الله السؤال الثاني الله يسلمك هناك لعب في مدن الألعاب في مدينة الألعاب وهي عبارة على أن تدفع مبلغ من المال بمقابل أن ترمي كرة على شيء فإذا أفقت الهدف تربح إما مبلغ من المال أو هدية فهل هذا من القمار شيخنا وماذا لو تلعب هذه اللعبة من باب التسلية وليس من باب الربح أو من باب الهدية بس للتسلية ثم الحكوم إذا فعلت بشيء والسؤال الثاني الله يسلمك هالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضجعكما فكبرا ثلاثة وثلاثين وسبحا ثلاثة وثلاثين وأحمدا ثلاثة وثلاثين وفي رواية وكبرا أربعة وثلاثين فهذا خير لكما من خادم هل هذا يعني بأنه من قاله قبل النوم يعطي طاقة في النهار هذا الحديث والسؤال الرابع شيخنا هل يجوز استعمال بعض أنواع الأشربة لتنظيف الأوساخ يعني فيه أوساخ في البيت تستعمل شراب شربة ولكن هو ينضب بنفس الوقت تستعمل للتنظيف بس هو الأصل هو شراء للشرب بس تستعمل للتنظيف السؤال الأخير لله يستلمك شيخ من المعلوم أنه من فاته قيام الليل يستطيع أن يقضيه من النهار فهل يجهر في القراءة؟ إن شاء الله إذاك الله كارشيخنا حبيبي أهلا سهلا فضل أبو علي السلام عليكم يا شيخ السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ طب حالك عندي بعض الأسرل سمحي بشرط أنك تخفض التلفزيون تسمع من الهاتف ها أتفقنا أول سؤال أخفض التلفزيون أول الآن خفضنا يلا إذا كنت صلي وأنا في التحيات إيه هل يجوز أن ينظر إلى مكان السيودي أو إلى الأصبع المتحرك إن شاء الله ثانيا هل يجوز للشخص أن يصلي في ثياب في أصور إن شاء الله هل يجوز أن شخص يشتري حاجة بضاعة عملة السوق يعطوه كربون ويعملو له خصم فهذا الخصم يجوز أم لا يجوز إن شاء الله هاي أبو علي بس لو أعلم أن يكون في التحيات وقبل ما يخلص التحيات هو يسلم هو ناسك شو يسوي كيف ما فهمت إذا أنت في التحيات يعني في الصلاة وفي التحيات إيه ونسيته وسلمت ها سلمت قبل ما تكمل التحيات قبل ما تكمل طيب أيوة شو يسوي في هذه الحالة إن شاء الله شكرا يا شيخ مرحبا يا أبو علي محمد السلام عليكم شيخ عليكم السلام رحمة الله ما يخليك أنا أريد أن أقضي لعلي سابقة لأيام الشباب والأيام الهياء الصلوات هاي بقى هلأ القضاء مثلا مثل صلاة الصباح بقدير بقضي بعد شو اسمه مباشرة بعد الفرض إن شاء الله إذا هاي ما بدي أقرأ قبل ما أقضي أقرأ الاستغفار إن شاء الله إن شاء الله والعصر مثلا نفس الشي بس بقى مشان سنة الرواتب وقت البقضي مثلا كل وقته بوقته أو وقتين مثلا بعد الوقت بعضي وقتين هلأ السنة سنة الرواتب مثلا مثل الضهر السنة البعدية بعوفة ولا ولا ما علش إذا سريت السنة الراتبة وبعدها أضيت إن شاء الله محمد أبشر الله يخلي كاشر مرحب والعشة هيك نفس الشي إن شاء الله أبشر بعدين النفل إيه النفل إذا أضيت النفل الأحسن ولا الأضاء إن شاء الله إن شاء الله لأنه بالليل أنا مثلا أصلي قيام الليل إيه أرضي العشة وبعدها أصلي قيام الليل طيب أنت سمعت جواب لي سابق سمعت جواب لي سابق في خصوص القضاء أنت أكيد أكيد تتابع أنت البرنامج إيه والله طيب أنا تكلمت على هذه المسألة وبيّنت بأن الشخص الأصل ما يقضي أيضا قلت أنه ساوي النوافل يلا أعطيك جواب إن شاء الله يا أخوي محمد بعد قليل يعني النوافل أحسن من الملشا أفصل لك تفصيل كامل أبشر الله يرضى عليك شكرا جزيرة أنا جعله ميزان حسناتك يا رب آمين أم سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك فيه؟ مرحب أختي الحصحة والعاهي وطورة العمل يا ولدي يا رب أنا ثلاثة سالة عندي طوال الأول هل يجوز أسبح في المسبحة في إدريسا إن شاء الله السوال الثاني أنا عندي صوار الأهلية المتوفين لإرحمة وإرحمة كل مسلم مخزنة يعني مش أني حطناهم بالغرفة باش حطنا في إدريسا مسكر عليهم ما هانا عليهم أزاكن ولا أعك إلا أهالي أهلية وجدات وجدات نعم نعم السوال الثاني فيه طال عمرك يعني شباب يمكننا الحين خمسة وخمسين سنة يقولون نحنا في الصغر نلعب ونذهب بيت يراننا عند ربيعنا ونصرق حلاو ونصرق بسكوت ونصرق تدقين يعني والحين لما شفوا البكر وسمعة وبكر يقولون كيف نحنا نرد النص العالم توفي هذه الماخذين عندهم فكيف عشان يردون يعني أشياء يسيرة يعني يسيرة نعم بس هم يخافون يعني من هذا يقولون نصرق وحرام وشيء فضل يا فاطمة فاطمة السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال على ابني من فضلك ابني عنده مشكلة خاصة من المرض الوباء كورونا ومن يعني من أمري كانت كورونا موجودة وهو لا يجلس معنا ولا يأكل ودايما بيضاع الكمام على وشه ولم يعني لما حديت أقرأ عليها الرقيا بيحرب ما يخليني أقرأ عليها لا رقيا ولا شيء وقلبي بيتقلم ما بعرف شو بسوني كم عمره عندي شيء مدخني 18 سنة 18 سنة إن شاء الله يا فاطمة شكرا سلطان سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال خير ونعمة عندي سؤال واحد شيخ بخصوص المصرف اللي مارات رحت اليوم المصرف ويا عندي الموظف قاعد وقالي بخصوص الأرباح السنوية قالي في نظام عندهم تجميد الراتب لمدة خمس سنوات كم تبغي تحطني مثلا ألف درهام الفين بعدها تطلع لك كرباح بعد الخمس سنوات بس بغيت تعرف هل هذا يجوز ولا ما يجوز شكرا أبشر سلطان مرحب مع السلام طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع الأخ إبراهيم من الشارق اليوم بارك الله في سأل يقول ما حكم الصلاة على السجادة عليها صورة الكعبة أو مسجد أو شيء يقول هو ما يلتهي إذا نظر إليها أو مثلا لا يكون قدمه تحت أو لا يكون المسجد تحت قدمه أو شيء من هذا القبيل أبراهيم بارك الله فيك رضي الله عنك أولا بالنسبة للمصلي يجب عليها أن يصلي على مكان طاهر يصلي على الأرض يصلي على التراب يصلي على العشب مثلا يصلي على الفراش يصلي على سجادة مثلا السجاد المعروف في البيت النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي أتي له بخمرة وهي حصير قد سود من طول المكث ورشوه بماء ثم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الإنسان لا يلزم أن يصلي على السجادة بمعنى أن الصلاة ما تصع إلا على سجادة لا يصلي على البلاط يصلي على المكيت يصلي على سجادة البيت مثلا يصلي على البرسلان على الرخام كل هذا جائز ولله الحمد أقول هذا الكلام لماذا لأن بعض الناس الآن يعتقد أن الصلاة لا تصح إلا بسجادة يعتقدون هكذا أن الصلاة لا تصح إلا بسجادة حتى وصل الحال ببعض الناس إلى التقديس السجادة عندهم شعور أن هذه مقدسة وهذا كلام غير صحيح السجادة التي تصلي عليها جوز تنظف فيها الزجاج والحرمة تأخذها إذا انتهت صلاحية تتنظف فيها المطبخ ما فيها مشكلة خلص هذه خرقة وانتهت وبلت مثلا بلية هذه الخرقة وتنظف فيها فما في عندنا قدسية للسجادة السجادة فقط يضعها الإنسان حتى يقي ما تحت الأرض إذا كان شك في الأرض مثلا هذا الأمر الأول الأمر الثاني مطالب الإنسان بأن يبتعد عن كل ما يشوش عليه في صلاته لأن الصلاة عباءة كانت مقلمة مخططة فانزعج عليه الصلاة والسلام وقال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا أنهته يعني ألهته هي مقلمة مخططة ألهت النبي عليه الصلاة والسلام وشوشت عليه ورماها قال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم ولذلك الإنسان الآن نحن في وقت يعني نشتري الخشوع شراء نستحلب الخشوع استحلاب نستدعيه ونجاهد أنفسنا مجاهدة وما يحصل أحيانا فكيف الإنسان يأتي الآن بأشياء مشوشة ومشغلة وصارفة له عن الخشوع ولذلك الإنسان الحمد لله يشتري سجادة سادة سمونا سادة ما عليها صور ولا عليها شي هذا الأصل كون السجادة اللي عند الرأس صورة الكعبة أو عند الرأس صورة مسجد مثلا الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن أن تكون تحت قدمي الكعبة هذا امتهان حتى لو كانت صورة حتى لو كانت صورة هذا امتهان وضع صورة الكعبة تحت القدمين أو مسجد امتهان لكن توضع عند الرأس هذا الأمر أهون لكن هذا مشوش ومشغل وذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء ولا يحرص عليها وينتق الأشياء التي ليس فيها مشوشات إبراهيم يقول إذا المصلي صلى إلى سترة وهذه السترة تكون إما سرير إما كرسي لكن يقول اتجاه إلى الفراغ الموجود تحت هذا السرير وتحت هذا الكرسي يقول تحتها فراغ هل يلزم أن يكون السترة يعني من حيث الارتفاع من الأرض الجواب لا يا أخو إبراهيم بارك الله فيك يجوز للإنسان طبعا من السنة من السنة أن يصلي المصلي إلى سترة إلى سترة مثل كرسي مثلا في البيت سرير مثلا أو يضع عصى عصى مثلا أو أي شيء مرتفع ولا يلزم أن يكون يعني عين هذه السترة مرتفعة من أسفل فقوائم الكرسي كافية يعني يوجد فراغ أمامك في الكرسي أو في الطاولة هذا لا يضر هذا لا يضر بارك الله فيك إبراهيم يسأل عن الصلاة في النعلين يقول هل يلزم أن يباشر المصلي أصابع رجليه الأرض حال السجود أخو إبراهيم بارك الله فيك أولا بالنسبة للصلاة في النعلين ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت من أكثر من وجه فيما يتعلق بالصلاة في النعلين ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في نعلين وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر من أراد أن يصلي بن عليه أن يقلب هما فإذا كان فيهما أذى أو قذر حكه في الأرض وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في نعالكم فهذه كلها تشير إلى مشروعية الصلاة في النعل وأنها سنة طبعا هذا ليس في المساجد تنتبه لهذا أنا دائما أنبع على هذه المسألة وإنما في البيت في الصحراء مثلا في المنتزة مثلا في مكان الإنسان يشق عليه نزع نعليه مثلا أو حذاءه يصلي فيه ما فيش هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى بن عليه ثم خلعهما أثناء الصلاة فخلع الصحابة كلهم نعالهم فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لماذا خلعتم نعالكم قالوا رأيناك يا رسول الله قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا فأزحهم النبي عليه الصلاة وكان دائما أو غالبا يصلي بن عليه عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني بالنسبة لمن صلى بن عليه فإنه يسقط عنه تمكين أصابع رجليه من الأرض يسقط عنه فيقوم من نع المقام القدم يقوم النع المقام القدم فالبدل له حكم المبدل فالآن النعلين يقومان مقام القدمين ولذلك إذا كان مثلا إنسان لابس حذاء لابس نعال مثلا لا يمكن أن يمكن أصابع رجليه من الأرض فالنعل هو الذي يقوم مقام أصابع القدمين أم محمد من أبوظبي طبعا تشتكي يعني مسألة اضطراب الدورة الشهرية عندها تقول الدورة كنت قبل الزواج ثمانية أيام بعد الزواج والولادة أصبحت تصل إلى 12 يوم يوم 9 إلى 11 تكون كدرة وصفرة وبعد ذلك ينزل الدم الصريح تقول أنا يعني أقضي الأيام الثلاثة هذه اللي هي 19 و 11 وأيضا رمضان تقول أصوم وثم أقضي وشيء من هذا القبيل تقول يعني من اليوم التاسع ما حكم ذلك أختي أم محمد بارك الله فيك لا شك بأن مسائل الدماء عند النساء فيها اضطراب كبير وكثير والاختلاف العادات والاختلاف أحوال النساء وهذا شيء طبيعي وهذا أمر كتب الله على بنات آدم وقد كنا بعض الصحابيات عندهن الاستحاض الدائما اللي ما تطر أبدا ما تطر أبدا ويختلف الأمر من امرأة إلى امرأة فبعض النساء دورتها أربعة بعضها خمسة بعضها سبعة أنت قبل الزواج والولادة كانت ثمن أيام تحول بسبب الزواج وسبب الولادة طبيعي جدا طبيعي جدا أخت الفاضلة احفظي هذه القاعدة وما في داعي وتقضين شيء ما أوجبه الله عز وجل عليك النبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذه المسائل ووضح للنساء الحائض والنفس والمستحاض ولذلك عندنا بالنسبة لدم الحيض هو دم جبلة وطبيعة وعادة ينزل على المرأة مرة كل شهر في أيام معدودة تختلف هذه الأيام مثل ما ذكرنا الطهر هو علامة على ماذا على انقطاع دم الحيض الطهر علامة على انقطاع دم الحيض طيب كيف يعرف الطهر يعرف بشيين القصة البيضاء سائل أبيض تعرفه النساء ينزل بعد انقطاع الدم هذا يدل على أن المرأة قططهرت في نساء لا ما يطهرن بالقصة البيضاء وإنما يطهرن بالجفاف وهو النقاء التام يعني مدة 24 ساعة مثلا يوم وليلة مثلا ما يحصل لو احتشت شيء ما نزل ولا تأثرت القطن مثلا بشيء هذا يدل على ماذا على أنه خلاص انقطع الدم لا يلزم أن تكون هناك قصة بيضاء بالنسبة لمسألة مشكلة الكدرة والصفرة واتصالها بالدم وعدم وجود علامة الطهر هذه مشكلة حقيقة ولذلك اختلف العلماء فيها فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكدرة والصفرة المتصل بدم الحيض حيض ولذلك قالوا والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض من أهل العلم قالوا لا هي علامة على انقطاع الحيض علامة على انقطاع الحيض فما دام أن المرأة انقطع الدم الصريح الدم المعروف وبدأ يتحول إلى كدرة أو صفرة قالوا هذه علامة على انقطاع الدم وبداية الطهر وهذه علامة الطهر هذه علامة الطهر أما إذا كان رأت الطهر ثم نزلت الكدرة والصفرة هذا ما فيه كلام طهر لقول أمي عاطية الأنصارية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أما الإشكالية فيما هو متصل ولذلكت الفاضلة الاحتياط الاحتياط أنك تبقين على عادتك بمعنى أن هذا الكدرة والصفرة هذه ما زالت من العادة ما زالت من العادة هذا الذي يظهر فأنت الحمد لله معذورة الله عز وجل يعني عفى عنك ورفع عنك وقلنا كثيرا بأن يعني إذا وصل إلى 15 يوم إلى 15 يوم بعد 15 يوم خلاص الآن تغتسل وتصلي وتصوم تصلي وتصوم إلا أن المرأة تبقى شطر دهرها لا تصلي كما ورد في الحديث شطر دهرها فالمقصود بأنك تبقين إلى 15 يوم أنا لا أرى لك إذا كنت تستفتيني بهذا أنك تقضين أو كذا مثلا تعوضين حتى مسائل الصيام تصومين في هذه الفترة ثم تقضين أنت يعني تكلفين نفسك في أمر لم يكلفك إلا فيه فأنا أرى لك بأنك إذا انقطعت الدم بما في ذلك الكدرة والصفرة المتصلة بالدم تكوني انطهرتي وجود الكدرة والصفرة متصلة بالدم هذا يجعلك باقية في فترة العادة مونة من العين تقول ولدها يدرس في الجامعة في أبوظبي تقول ما عنده سكن يعني للطلاب هناك وإنما يسكن في فندق ويبقى من الأحد إلى الأربعاء تقول ابني يقصر صلاة الظهر هناك يعني تقول الآن أنا علمته وكذا تقول هل يعيد مونة بارك الله فيك وبارك الله في ابنك وصلاة تعالى نكتب له النجاح أخت الفاضل إذا كان ابنك يروح يوميا ويرجع مسافر أما إذا تقول لي لا هو يذهب من العين إلى أبوظبي ويمكث من الأحد إلى الأربعاء ويسكن في فندق هذه إقامة ثانية هذه إقامة ثانية قولي له ما يترخص برخص السفر داخل أبوظبي أما إذا كان بين العين وبين أبوظبي نعم يقصر ويجمع وصل أبوظبي خلاص هذه إقامة ثانية له ما يترخص برخص السفر اللي مضى ما يقضيه لأنه ما يعلم كثير من الناس ما يعلمون الحكم هذا ولذلك قولي له ما يقضي ويستمر من الآن يصلي صلاة الظهر في وقتها في المسجد لأنه رجل بالغ يشهد صلاة الجماعة في المسجد والعصر في المسجد وهكذا ولا يقصر الصلاة بارك الله فيك يا منا عواطف من أبوظبي بارك الله فيها تقول يعني هناك شركة بترول وغاز يعني فيها اكتتاب تقول يعني توجد بعض الشركات ربما تضع عموالها في البنوكة الربوية وشمالة تقول هذه شركة واضحة يعني ما حكم المساهمة فيها عواطف بارك الله فيك الأصل في البيع والشراء والتجارة والمساهمة والاكتتاب الحل والجواز والإباحة هذا هو الأصل فيجوز الإنسان أن يكتسب وأن يساهم مثلا مع هذه الشركات الأصل الجواز قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ولذلك الأصل الجواز والإباحة الشركة التي تقولين عنها أنت ذكرتها ما فيها أي مشكلة وين المشكلة فيها شركة غاز و بترول و شيء من هذا القبيل و واضحة قائمة الشركة واضحة و شروطها و أشياءها واضحة ما فيها شيء من الربع ما فيها شيء بارك الله فيك حتى بعض الشركات اللي عندها نوع من المساهمات الربوية البسيطة جدا بعض العلماء يرى جواز الاكتثاب فيها لأن الحلال هو الغالب قالوا و يتصدق بنسبة من الربح في مقابل هذه النسبة الربوية عند الشركة يحسبها على قدر ما يحصل عليه من أرباح هذا كلام طبعا لبعض الفقه المعاصري أنت أمام شركة نظيفة و ما فيها أي مشكلة ما في بأس و لله الحمد و المن أم أحمد من الشارقة يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء تقول و في آية أخرى يقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تقول ما الفرق بين يعني الآيتين فيما يتعلق بالعلماء هناك و أهل الذكر هنا أختي أم أحمد بارك الله فيك أولا في الآية الأولى يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء و المقصود بأن العلماء من أكثر الناس خشى لله و هذا لا يعني أن غيرهم لا يخشى الله لكن العلماء خشتهم لله عز وجل خشى نابع عن علم و معرفة بالله و لذلك من كان بالله أعرف كان منه أخوف فالعلماء معرفتهم بالله بأسمائه و بصفاته و أيضا بأفعاله و بذاته على وفق القواعد الشرعية ليس كمثله شيء و هو السميع البصير قل أنتم أعلموا من الله و أيضا على ما لديهم من علم شرعي من نصوص القرآن و السنة تكون خشتهم لله عز وجل عظيمة فأخشى أكثر الناس خشى لله عز وجل الأنبياء ثم العلماء بعد ذلك ثم العلماء بعد ذلك و هذا لا ينفي خشة غيرهم لكن ليس خشة غيرهم كخشة الأنبياء و خشة العلماء فإن رتبة لديهم عالية و أما الآية الأخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون المقصود اسألوا أهل العلم بإجماع أهل الإسلام على أن المقصود بأهل الذكر هنا أهل العلم و لذلك العلماء يطلق عليهم أهل الذكر يطلق عليهم أهل العلم يطلق عليهم الفقهاء يطلق عليهم ورثة الأنبياء كل هذه تطلق على العلماء الشرعيين أم أحمد تقول في إمرأة تشتري نوع من العطور ثم تذهب وتوزع هذا العطور على عبوات صغيرة وتبيعها لما تذهب وتسافر وتربح على ذلك أختي أم أحمد بارك الله فيك هذا نوع من أنواع التجار المباحة والاتجار بالعطور وبالبخور هذا من الحرف الشريفة والطيبة والنظيفة لا يوجد بأس تذهب إلى محل وتشتري علبة عطور كبيرة ثم تضعها في علب صغيرة وتبيعها هذه تجارة ولله الحمد الله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربع يقول جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله حتى بعض العلماء قالوا التجارة أفضل من الجهاد على حسب ترتيب الآية طبعا هكذا يقول بعض المفسرين النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة قبل البعثة فلما اشتغل بوظيفة النبوة وشغل بتبريغ دين الله عز وجل ترك لكن حث الناس على التجارة فالتجارة بالبخور وبالعطور هذه طيبة وكونها والله هي تشتري بالجملة وتقسم على عبوات صغيرة أو شيء هذا عمل طيب هذه التجارة وهذا النوع من أنواع التسويق الجيد يعني اللي مارسة كثير من الناس أم أحمد تقول هذه المرأة عندها أخت تسافر إلى دول أجنبية وتشتري بعض الملابس وتستعملها أو يستعملها أولادها يعني شيء بسيط جدا ثم تبعثها هدية إلى أختها هذه تقول هذه الأخت تريد أن تعرضها للبيع هل يلزم أن تقول بأنها مستعملة أختي أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة للتجارة يجب على التاجر أن يكون أمينا صدوقا يجب على كل تاجر أن يكون أمينا صدوقا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر التجار إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق إلا من بر وصدق ولذلك واجب عليها أن لا تكتم هذه المسألة يجب عليها أن تقول والله هذه ملابس جديدة لكنها استعملت مدة شهر مدة سبوع مدة سبوعين لا تغش في هذا ولا تكذب ولا تكتم مثل هذه المسألة والبركة في الصدق لما يصدق التاجر يبارك الله عز وجل له في ماله وأما قضية الإنسان يعني يدلس على الناس أو يكذب على الناس أو يغش هذا لا خير فيه فهي يجب عليها أن تقول والله عندي ملابس جديدة استعملت مدة شهر أو أسبوع أو يومين على حسب ما تعلم وتبيعها بمثل هذه الطريقة أم محمد تسأل تقول يعني معلوم بأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن التقويم تقول هناك مصطلح يعني متداول طبي يقولون بأن هذا الشخص فيه عيب خلقي تقول هل هذه العبارة جائزة أختي أم محمد بارك الله فيك يعني بعض العلماء يرى بأن هذا من الألفاظ التي هي مما يتجوز بالتعبير بها ومما لا حرج في ذلك يقول لا يقصدون إضافة العيب إلى الله عز وجل تعالى الله وإنما يقول هذا نقص في الإنسان يعني هذا عيب في الإنسان من أصل الخلقي يعني ولد هكذا ولد هكذا هكذا بعض الفقه المعاصرين يرون بأنه لا يشدد في مثل هذا الأمر لو قال عيب خلقي وبعض العلماء يقولون لا قول عيب خلقي لا يستقيم مع ما ذكرت من قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم وأيضا بأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار وأن لله الحكمة البالغة في اكتمال أعضاء هذا وفي نقص أعضاء هذا وفي طول هذا وفي قصر هذا وهكذا فالأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذه اللفظة لفظة عيب خلقي بارك الله فيك أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول هناك بعض الأدوات التي تشترى يأتي معها ضمان لمدة سنة يقول إذا أحب شخص أن يزيد في الضمان يشتري لمدة سنتين يدفع مبلغ ماني يقول ما حكم ذلك أبو إبراهيم بارك الله فيك أي أداة أو أي سلعة أو أي عين يشتريها الإنسان ومعها ضمان لمدة سنة ما في بأس هذا جائز ولله الحمد والمن أما أنه يذهب هو فيشتري الضمان فإن هذا لا يجوز نص العلماء على أن هذا لا يجوز لا يجوز أن يشتري الضمان أو أن يزيد في مدته أو أن يزيد في مدته أما أن يأتي معه ضمان أو هو أثناء الشراء أثناء الشراء جعل الضمان سنتين داخل في القيمة في قيمة السلعة ما في بأس أما أن يأتي بعدما ينتهي السنة ثم يطلب يشتري بشكل جديد دخل في التأمين التجاري دخل في التأمين التجاري ولذلك ينهى عنه العلماء أبو إبراهيم يقول هناك بعض الألعاب التي يذهب إليها الناس مثلا يشترون مثلا البطاقة أو شيء وتكون هناك كرة يضربها يضربها إما أن يربح وإما يعني إما فإذا ربح يعطى شيء أو يعطى هدية يقول أغلب الناس استعملون من باب التسلية يقول ما حكم ذلك أبو إبراهيم بارك الله فيك الأصل في اللعب الحل والجواز والإباحة الألعاب والتسلية هذه ما دام أنها لا تشتمل على شيء من المحرمات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة والنبي عليه الصلاة والسلام باشر جملة من الأمور التي فيها تقوية للبدان وشيء سابق على الخيل سابق على الإبل سابق على قدمي سابق عائشة صارع حمل الأثقال هذه جميعها من الأشياء المباحة وهي تمثل أصول لمسألة الألعاب المباحة التسلية أن الإنسان يتيح لنفسه فرصة للاستجمام وفرصة للعب ما في بأس هذا هو الأصل لكن أن يدخل الإنسان فيدفع مبلغ مالي على لعبة إما أن يربح فيها وإما أن يخسر لا هذا قمار هذا قمار حتى لو قال أنا والله ما قصدي حتى لو خسرت أنا ما عندي مشكلة أنا أريد أن أتسلى لا يكون هذا من باب القمار لأن هذا هو الأصل فدفع الإنسان شيء على أنه يدخل في هذه اللعبة إما أن يربح وإما أن يخسر أي مسألة فيها دفع مال والنتيجة قائمة على الغنم أو الغرم هذا ميسر هذا قمار أما إذا كانت قائمة على الغنم الغنم والغنم الغنم ما في بأس هذا ما في بأس فلذلك ما ينبغي اللجوء إلى مثل هذه الألعاب أبو إبراهيم يسأل عن حديث علي وفاطمة حينما أتاهما النبي عليه الصلاة والسلام وكانت فاطمة طبعا طلبت خادم من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه الخبر فأتى إليهما وقام إليه فأمرهما بالجلوس يقول علي حتى وجدت برد قدميه في صدري لما جلس بينه وبين فاطمة وقال ألا أدلكم على خير من خادم إذا أخذتما مضجعيكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين أبو إبراهيم يسأل يقول طيب هل هذا التسبيح يعني يدل على أن هذا الذكر يعطي طاقة للإنسان في النهار أبو إبراهيم بارك الله فيك لأهل العلم كلام طويل في هذه المسألة ومن جملة ما ذكره أن الذكر عموما يقوي الله عز وجل به القلب ولذلك هود عليه السلام لما أمر قومه بالاستغفار بيّن لهم بأن هذا فيه قوة قال ويزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة إلى قوتكم ولذلك سبحان الله ذكر الله عز وجل والاستغفار والتسبيح والتهليل يمنح الإنسان طاقة عجيبة ويجد هذا في قلبه وفي روحه وفي نشاطه لأن الإنسان إذا ابتعد عن ذكر الله احتوشته الشياطين يقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت فالذي لا يذكر الله ميت وإن كان يدب على الأرض يمشي على الأرض والذي يذكر الله حي والذي يذكر الله حي لكن عموما هذا لا يجعل الإنسان يتواكل ويقول يعني خلاص أنا ذكرت الله إذا ما أشتغل وما أعمل أو ينتظر طاقة تنزل عليه لا لكن يسبح هذه التسبيحات ويجتهد ببذل السبب ويجد رعانة من الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يعينه على أعمال البيت على أعباء العمل على شيء من هذه من أمور الدنيا يعان بإذنه لماذا؟ لأن هذا الذكر يجعل الإنسان حي الحياة الجسمانية والحياة الروحية بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك علي رضي الله عنه التزم هذا الذكر حتى سئل هل تركته ليلة؟ قال ولا ليلة صفين في المعركة قال حتى ليلة صفين ما تركت هذا الذكر كان يواضب عليه رضي الله عنه أبو إبراهيم يسأل عن جواز حكم استعمال بعض الأشربة التي نشتريها يقول لإزالة بعض الأوساخ أخي أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا كان مثلا محتاجا إلى إزالة بعض الأوساخ ولا يزيلها مثلا الماء وإنما يزيلها بعض الأشربة مثل الأشربة الغازية مثلا ويرى بأن استعمالها يقضي على هذه الأوساخ لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك ما دام أنه محتاج إليه ما في بأس أنه يزيل هذه الأوساخ عن طريق بعض الأشربة التي اشتراها مثل ما ذكرت أن بعض الأشربة الغازية التي أغلب الناس يذهبون إلى أنها مفيدة جدا لإزالة كثير من الأوساخ أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة لمن فاته قيام الليل وأراد أن يقضيه من النهار هل يجهر بذلك أخوه إبراهيم بارك الله فيك هذه مسألة خلافية بعض العلماء يقولون نعم يجهر قالوا لأن القضاء يحكي الأداء قالوا يجهر لأن القضاء يحكي الأداء فالأداء في الليل هو الجهر يصلي ويجهر بالقراءة إذن حينما يقضي يجهر بعض العلماء قالوا لا بالنسبة للصلوات النهارية الأصل في قراءتها السرية بخلاف الصلوات الليلية الأصل في القراءة الجهر ولذلك قالوا لا يجهر لأنه يقضيها نهارا والمسألة يعني الكلام فيها واسع ولا حرج لكن الأفضل على الإنسان لا يجهر الجهر الذي يسمع غيره وإنما يسمع نفسه أبو علي من العين بارك الله فيه يقول إذا كنت أنا مثلا في التحيات أين أنظر؟ هل أنظر إلى محل السجود أو إلى أصبعي؟ أبو علي بارك الله فيك رضي الله عنك الإنسان في الصلاة في جميع أحوال الصلاة السنة أن ينظر إلى محل السجود إلا في حالة التشهد فإنه ينظر إلى أصبعه ينظر إلى الأصبع ويحرك الأصبع بارك الله فيك أبو علي يقول هل تجوز الصلاة في ثياب فيها صور؟ أبو علي بارك الله فيك بالنسبة لمسألة الصور لعلك استمعت إلى جوابي على سؤال الأخ إبراهيم من الشارق قبل قليل في مسألة السجادة وقلت بأن الإنسان ينبغي إذا دخل إلى الصلاة أن يستقبل صلاته وأن يعني يبعد كل المشوشات والمشغلات وكل ما من شأنه يؤثر على الخشوع وطبيعي جدا أن الإنسان يصلي في ثياب فيها صور لن يخشع هذا على الصور التي فيها يعني جذب يعني نظر الإنسان أما إذا كان الصور محرمة مثلا كصور معازف مثلا أو صور لأشخاص غير مسلمين مثلا مثل بعض الناس هدان الله وإياهم يضعه على صدره وعلى ظهره لا شك بأن الأمر هذا شديد لا شك بأن الأمر هذا شديد وما يخفاك مسألة الصور وكلام أهل العلم فيها و لذلك الإنسان ما ينبغي له إلا إذا كان مضطر ما عند إلا هذه الفانيلة فأما الإنسان إذا جاء يصلي يتهيأ للصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن يجعل الإنسان له ثوبان ثوب لمهنته و ثوب لصلاته يعني يصلي في هذا الثوب الآن تستطيع تشري ثوبه بعشر دراهم و إلا بعشرين دراهم و تعلقه و تخليه نظيف دائما إذا جيت تصلي كنت مثلا تمارس رياضة و إلا لابس شيء تلبسه فوق الفانيل اللي عليها الصور و تصلي فيها تخفي هذه الصور و تصلي فيه أسلم لصلاتك و أدعى لخشوعك بإذن الله تعالى أبو علي يقول بعض الأشخاص لما يذهب يشتري بضاعة يعطونه كوبون هذا الكوبون في خصومات يقول ما حكم ذلك أبو علي بارك الله فيك إذا ذهب الشخص ليشتري شيء أو أشياء ثم أعطي كوبون قالوا له هذه في خصومات يجوز هذه هدية هذه هدية من صاحب المحل ما في بأس يأخذ الكوبون يشتري أما إذا كان الشخص يذهب خصيصا لأخذ الكوبون فيشتري أشياء لا حاجة له بها و إنما غرض يحصل على الكوبون نقول لا ما يجوز ما يجوز عرفت الفرق أبو علي أعيد لك طيب الآن شخص راح الجمعية راح محل و اشترى بضاعة لما جاء يطلع قالوا اتفضل قال ما هذا قال هذا كوبون خصومات ما في شيء حلال شخص لا رايح خصيص يأخذ الكوبون و راح يشتري أشياء ما يريدها و غير محتاج لها علشان الكوبون لا هذا ما يجوز أبو علي يقول مثلا قبل السلام في التحيات يقول سلم إذا سلمت ناسيا ماذا أفعل أبو علي بارك الله فيك إذا كان الشخص في التشهد الأخير و ما أكمل التشهد و سلم ناسيا فأنه يرجع هو جالس يرجع و يكمل التشهد يكمل تشهد يعني مثلا قالت تحيات لله صلوات طيبات سلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته سلام علينا و على عباد الله الصالحين سلام عليكم و رحمة الله تذكر يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد و رسول و بعد الله مصلي على مهي يكمل زين قبل السلام يسجد لسهو سجدتين واضح ولو ما سجد ما علي شيء لماذا لأنه يعني لو ما سجد نقول إن شاء الله ما علي شيء لكن الأفضل أنه يسجد لماذا لأنه سلم عن نقص سلم عن نقص و لذلك يسجد لسهو قبل السلام سجدتين بارك الله فيك لكن لو أنه مثلا هذا اللي أردت أنا أقوله لو أنه أراد أن يسلم و ما سلم يعني وقف إلى التشهد الأول و نوى أن يسلم و ما سلم و انتبه ما يحتاج أنه يستدري السهو ما يحتاج أنه يستدري السهو محمد من عجمان بارك الله فيه يقول أنا أقضي الآن صلواتي اللي تركتها أيام الشباب يقول يعني بعد الفجر يعني أقضي يقول طيب هل أقضي بعد الاستغفار والإتيام بالأذكار كذلك بعد الصلوات اللي هي سنة رواتب مثل سنة المغرب و سنة العشاء و سنة الظهر يقول يعني كيف أقضيها في صلاة الليل أيضا ماذا أفعل و بعدين أصليها ثم أصلي العشاء محمد بارك الله فيك طبعا أنه لي جواب في لقاءات سابقة حول مسألة قضاء الصلوات لمن تركها سنوات طويلة و الراجح من قولي أهل العلم أنه ما عليه قضاء يعني شخص الآن بلغ عمره 14 أو 15 و لما وصل عمره 20 بدأ يصلي هل يقضي هذه الصلوات الجواب لا ما يقضيها ما يقضيها و إنما يستمر يحافظ على الصلوات و يكثر من النوافر يكثر من النوافر قد صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال أول ما يسأل عنه العبد و ما القيام الصلاة فإن كانت تامة كتبت تامة و إن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع و لذلك هذا التطوع هذه السنن هذه و لله الحمد نافعة جدا للإنسان يوم القيامة تكمل صلاة و أيضا سبب من أسباب المغفرة بحول الله تعالى و قوة فيا أخي الفاضل بعيدا عن هذا و هذا أنت رجل كبير في السن و القضاء يتعبك إلا و الله يتقول أنا استفتيت عالم من العلمة و أخذت بقوله الله يقويك و يسر أمرك و استمر في القضاء لأنه في قول في قول بأنه يقضي و ما تسقط عنه يعني الصلاة و ذمة تبقى مشغولة فإذا حبيت اقضي لكن تقضي بعد ما تنتهي من الأذكار أذكار الصلاة المؤدة الفجر تأتي بالأذكار بعد الصلاة ثم تقوم فتقضي الظهر تأتي بالسنة البعدية الأذكار ثم تقوم فتقضي المغرب تأتي بالأذكار والسنة البعدية ثم تقوم فتقضي العيشة نفس الشيء نفس الشيء العيشة لكن الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج و يعرفه من يتابعني من قديم أن اللي فاتت صلوات كثيرة سنوات مثل حالتك أنه ما يقضي وإنما يلتزم الصلوات الخمس ويؤديها وأيضا يكثر من النوافل أم سعيد من العين تقول هل يجوز لي أن أسبح باليد اليسرى بالمسباح أم سعيد نعم يجوز يجوز إذا تمسكين المسباح بيدك اليسار وتسبحي لكن الأفضل اليمنا ليش تتركين اليمنا لا تسبحين باليمنا وتقول الله عندي آلم فيها كذا ما فيهش لكن أختي الفاضلة ألا أدلك على ما هو خير من السبحة الأصابع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابع وكان موجود عندهم الخيط والعقد موجود العقد والخيط والنوى حسبون بالنوى ما لجأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح بأصابع وهذه مستنطقات يوم القيامة تشهد لك بإذن الله لكن تقول الله أنا عندي آلام عندي كذا لو سبحتي ما فيه بأس حتى لو كانت السبعة باليد اليسرى أم سعيد تقول عندي صور لأهلي وجداني تقول متوفين مخزنتهم سكر عليهم ما حكم ذلك أم سعيد هذا يرجع إلى حكم هذه الصور الفوتوغرافية هذه فمن أهل العلم يحرمها ومن أهل العلم يقول هذه جائزة لأنه مثل حبس الظل هي حبس للظل كأن الإنسان واقف عند مرآه مثل المرآية ووقف عنده وحبس صورته هذا حبس للظل حبس للصورة فيظهر لي أن الصور الفوتوغرافية هذه الموجودة هذه ليست بمحرمة إلا إذا عظمت عظمت تعظيم هنا صحيح يدخل يحكم عليها بكذا فخزنتها أنت حاطتها في الدرج حاطتها في كذا إن شاء الله ما عليك شيء لكن السؤال ما الفائدة وش تستفيدين يا مسعيد منها السؤال لك وش تستفيدين المفترض الإنسان يشتغل باللي ينفع الميت وش اللي ينفع الميت ستة أشياء اللي ينفع الميت وحق الميت على الحي ستة أشياء أولا الدعاء له تدعي له دائما صلاتك خارج صلاتك الثاني الاستغفار له اللهم اغفر له اللهم ارحمه الثالث الصدق عنه باللي يستطيع الإنسان الرابع انفاذ وصيته إذا كتب وصية الإنسان لا يؤد الوصية على ما هي عليه لا يجور فيها الخامس صلة الرحم اللي ما توصل إلا به السادس إكرام صديقه هذه ستة أشياء بيّنتها الأحاديث الثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام فالواحد يعني أنا أشوف أنه يشتغل باللي ينفع الميت ليش أقول هذا الكلام لأن بعض الناس للأسف الآن بعض الناس عنده ثياب الميت وانعال الميت أكرموكم الله وعنده عصى ميته وخاتم ونظارة وعنده صور هذه كل بين فترة وآخرى يفتحها ويبدأ يحزن ويبكي يعني يستدعي الماضي وبعض الناس يقول له هذه آثار ميتنا هذه خلوها آثار ميتنا وهذا غلط ما يصلح هذا ما يصلح ثياب الميت وكل ما كان يملكه الميت هذه التركة إما أن تتصدقوا بها ولا تبيعونها وتوزعونها على الورثة أنا الكلام مو بلك يوم مسعيد فقط لكل من يشاهدني لأن تجينا رسائل كثيرة يقول بعض الناس محتفظين بآثار الميت أكرمكم الله عالى وشماغة وبشته وبعض أغراضة وبعض ثيابة وبعض الثياب غالية بعض الثياب الميت غالية عنده مجموعة الثياب بتاركينها حرام هذا مال بيعوه ولا تصدقوا بيعوه وزعوا على الورثة حق للورثة ولا تصدقوا فيه ولا يأخذ الورثة يلبسونها بدل ما تتلف فالمقصود بأن لازم المسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله في الناس حرر عقولهم من مثل هذه الأشياء اللي كانت مسيطرة على عقول الناس حررها حرر هذه العقول وانعتق الناس عن مثل هذه الأشياء فالميت اللي ينفعه الستة أشياء اللي ذكرتها لك أما والله مسألة أنظر في آثاره وفي ما ترك هذا يمكن يعيد الإنسان إلى الحزن والإسلام يرفض الحزن الدائم يرفض أن الإنسان دائما يستحلب الأحزان ما عندنا لطميات ما عندنا أحزان دائمة ما عندنا هموم وغموم دائمة عندنا حزن مؤقت وينتهي لأن الإسلام دين عظيم الإسلام ما هو بدين يجعل الإنسان يتقوق على نفسه وينكف على ذاته ويصبح أسير قبر وإلا أسير حزن وإلا أسير خرقة وإلا أسير لا الإسلام يدعو الإنسان أن ينطلق في هذه الحياة الإسلام يدعو المسلم ينطلق في هذه الحياة كمان يعبد الله يعمر الدنيا هذا الذي يعني جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام أم سعيد تقول يعني في شباب الآن أعمارهم كبيرة تقول بدأ يتذكرون أيام الماضي عند الجيران يعني يسرقون حلاو يسرقون شيء من الشيات الصغيرة تقول الآن ندمانين ماذا يعملون أم سعيد بارك الله فيك إذا كانوا صغار قبل البلوغ ما عليهم شيء إن شاء الله ما عليهم شيء لأن ما جرى عليهم القلم صحيح يضمنون الأشياء اللي لها قيمة من أموالهم أو أموال ولي أمرهم اللي هو أبوهم مثلا يضمنونها إذا سرقوا أتلفوا شيء لكن من حيث الإثم ما عليهم شيء أما إذا كانوا بالغين لا يضمنون مع الإثم يضمنون مع الإثم هذا في الأشياء اللي ما يتسامح فيها الناس أما الأشياء اللي يتسامح فيها الناس مثل تمر مثل حلاو يعني أشياء البسيطة هذه هذه الله عز وجل أذن بها أذن الإنسان أن يأكل من بيت صديقة من دون استئذام منه مثلا الأشياء التي يتسامح بها الناس يعني الناس مثلا يقولون والله لو جاء دخل شخص وأخذ له تمرة تمرتين ولا كذا وأكلها ما هيقولون ولا دخل على الفاكهة خذ له شيء من الفاكهة وخرج فيه ما عليه شيء ما عليه شيء فإذا كانت الأشياء اليسيرة اللي يتسامح فيها الناس ما عليهم شيء أما والله تقول لي لا أشياء كبيرة وغالية وهم كانوا بالغين أو غير بالغين لا يضمنونها يرجعونها إلى يعني الجيران بصورة أخرى يعني هدية مثلا شيء من هذا القبيل بارك الله فيك وفيهم أم سعيد تقول لما أصل إلى التشهد الأخير يعني هل مثلا عادي أجيب تقول لما يعني أتشاهد التشهد الأخير هل عادي أجيب الأدعية قبل أن أسلم مثلا أم سعيد بارك الله فيك بالنسبة للأدعية في الصلاة كثيرة ومنها اللي قبل السلام فأنت لما تتشهدين وتنتهين تبدأين تأتين بالأدعية قبل السلام لكن بعد ما تكملين التحيات وتقول اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحية والممات ومن فتنة المسيح الدجاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك رحمني أنك أنت الغفور الرحيم فاطمة من فرنسا تقول عندي ابني لديه مشكلة خوف من كورونا عمره 18 سنة ما يأكل معنا ودائما يضع الكمامة وتقول لما أريد أن أقرأ عليه الرقية يهرب فاطمة بارك الله فيك واضح بأن ابنك أصبع عنده نوع أو عقدة نفسية بسبب يعني متابعة مثلا الأخبار بسبب سماعة للأشياء يعني أورثت عقدة نفسية وأصبع عنده رهاب من هذا المرض وخاصة الحالة واضح بأنه متأخرة ومتطورة عنده فتحتاجون حقيقة إلى فعلا الرقية ترقونه سواء باختياره أو بعدم اختياره مثلا وهو نائم مثلا ترقين أنت تقرأين عليه الفاتحة أو نائم تقرأين في ماء ويشرب تقرأين سورة الفاتحة في ماء ويشرب وطيب لو كان ماء زمزم إذا عندك تعرضون على طبيب نفسي طباء نفسيين في الغالب مثل هذه الأشياء يكسرون هذا الحاجز الموجود عند بعض المرضى فتعرضون على طبيب نفسي وأيضا تستعملين الرقية وأكثرين من الدعاء في صلاتك وإن شاء الله يزول عننا هذا الأمر ها خلاصنا طيب باقي سلطان طيب وسلطان حقيقة باقي سؤال سلطان سلطان ما أستطيع أجيبك لماذا لأن هذا ترجع فيه إلى الهيئة الشرعية الموجودة في المصرف بارك الله فيك ما عندي أنا لأن مثل هذه المسألة تحتاج إلى الدراسة وتجد المصرف بارك الله فيك لديه هيئة شرعية راجعهم واسألهم إن شاء الله تستفيد منهم انتهت الأسئلة أتقيكم غدا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون